أولاً مين هو مصطفى مراد فهمي؟ لازم نعرف عشان ندرك الخلفية اللي جاي منها هو سليل أسرة رياضية عريقة جداً وصلته من مؤسسي النادي الأهلي الله رحمه ومراد بفهمي كان عدو مجلس إدارة كانت سكرتير للنادي الأهلي هو أول سكرتير للاتحاد الإفريقي كان مديراً لكرة في النادي الأهلي فجاي من بيت فيه خبرات رياضية وبالذات في كرة القدم كبيرة جداً نفس بقى مصطفى كما أعلمه وكما أعرفه شخصية شديدة التهزيب راجل محترف جداً يستطيع أن يفصل بين الأمور تماماً هو راجل أن أرضى له دور تنفيذي في أحد شركات اللي هي الأهلي يعملها علشان إدارة الكرة وإدارة الخدمات وإدارة المنشآت راجل لا يعتوانى عن رغم أنه كان مثلاً في أي حتة تانية يقولك ده في معسكر انتخابي غير المجلس ده لما نجح كابتل الخطيب كان المهندس مصطفى فهمي مترشح نائب رئيس للنادي مع المهندس محمود طار ولم يدركهم التوفيق لا كابتل خطيب خادر موضوع ده بحساسية ولا المهندس مراد مصطفى مراد قال لك لا أنا الناس دي أنا واحد منهم موقف هو ما كانش موقف من الأشخاص بقدر ما كان ما جميع كل مجموعة شايفة أنها تقدر تخدم النادي الآلي إزاي؟ وهذا يجسد فلسافة العمل في النادي الآلي طب هما لما خدوه في الاتحاد الدولي مسؤول عن لجنة المصابقات على مستوى العالم لجنة المصابقات بيدرع على مستوى العالم اللي احنا مش عارفين نعمل جدوة المسابقة لحد النهاردة مش عارفين نستفيد من الخبرات التي لدينا واستطاع أن يحدث نجاح هايل جدا في موقعه في وقت كان الاتحاد الدولي بيعشى التغييرات جزرية في كل القيادات الكبيرة والمكتب التنفيذي ورغم كده لكفاءته ظل هو مستمرا والحقيقة أنه يعني في كل حتة بيروحها بيؤدي بالشكل اللائق بمصر وبيه قاعد أكتر من 25 سنة يمكن كان مسؤول عن جميع المصابقات والبطولات اللي اتعاملت وكل التطوير اللي شاهدوا والاتحاد الافريقي كانوا المسؤول عن تنفيذ هذه السياسات ودي عملية مش سهلة عملية يعني كل الناس كانت تصق فيه كل الوفود الافريقية كانت تلجأ إليه نتيجة الملمحين اللي قلت قوملك ده الاحترافية الشديدة المصدقية وأنه هو حطت نفسه في مكانه لا تسمح لأحد أنه يشاور عليه بحاجة مش صح يعني فسايب سمعة طيبة جدا ودليل كده أنه لما يعني حابوا فكروا في قيادة للاتحاد في نفس المكان فكروا في ابنه رحمة الله عليه اللي لما أصار قضايا فساد في الاتحاد الافريقي حاب البعض نصورها أنه مسألة خلافات شخصية وأنه هيخرج من هذه المعركة خاسر كل شيء فلما الاتحاد الدولي وجد أنه كل كلمة قالها الله رحمه عمر مصطفى مراد فاهمي كانت لها حقيقة وحصل اللي شفناه حمد أحمد ميشي وجهي قيادات كديدة دي علا مشرفة علا محترمة تستعق مننا الإشادة والإحترام